الوضع هنا ربما صعب للغاية في منطقة شمال رامالله على وجه التحديد في منطقة تعطارة حيث نقف هنا هذا الحاجز الذي أقيمه بصورة كاملة يعني يتم إغلاقه بصورة كاملة في هذه اللحظات أزمة خانقة لمئات المركبات الفلسطينية كما نلحظ الآن هناك تكدس كبير جدا لمركبات الفلسطينية التي فعليا تمنعها سلطات الاحتلال من الحركة من وإلى مدينة رامالله أو المناطق المجاورة في مداخل كل القرى الفلسطينية في شمال مدينة رامالله نلحظ بأن الأمور هنا أخذ بالتصعيد خصوصا بأن هذا الحاجز الذي كان على مدار أيام الانتفاضة كبير جدا يشهد مواجهات بشكل دائم أيضا سقط هنا عدد من الشهداء فيما مضى بان الانتفاضة الثانية بكل الأحوال العملية التي وقعت عند مفترق عيون الحرمية أو فيما يسمى إسرائيليا تجمع مستوطنات بن يمين شمال مدينة رامالله أصفر عن مقتل مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية وهذه العملية اعتبرت إسرائيليا بأنها عملية على خلفية قومية بين قوسين أي عملية فدائية نفذها فلسطينيون ولكن فعليا هذه المنطقة شهدت كثير من العمليات على مدار الأشهر والسنوات الماضية كان أبرزها في عام 2002 عندما قام ثائر حماد بتنفيذ عملية أسفرت عن مقتل عشرة جنود إسرائيليين مستخدما بندقية قنص بكل الأحوال عند هذه المناطق وهذه الشوارع التي أمامنا مباشرة والتي نرصدها وإياكم بوابة باللون البرتقالي على وجه التحديد أقامتها أو وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أيام قبل حوالي أسبوع بالضبط بإغلاقها تمنع وتشل حركة الفلسطينيين وتقوم بخنق الأراضي الفلسطينية وخنق القرى والمناطق الفلسطينية بكل الأحوال إسرائيل منذ عدة أشهر وعدة عوام بدأت بفرض الأمور بفرض البوابات الحديدية عند مداخل المناطق الفلسطينية عندما يتم تغلق هذه البوابة بصورة كاملة بمعنى أن المنطقة أو القرية تتحول إلى سجن كبير تمنع حركة الفلسطينيين أكثر من 630 حاجز إسرائيلي تقطع وصال الضفة الغربية من شمالها وجنوبها ووسطها وتمنع حركة الفلسطينيين هذه ما يحدث هنا سرقة للوقت الفلسطيني بصورة دامة وبصورة واضحة إسرائيل تسرق أوقات الفلسطينيين من خلال هذه الحواجز التي تقيمها والتي تمنع فيها حركة الفلسطينيين نحن نتحدث عن سلسلة من العمليات التي شهدناها على مدار الأيام الماضية في الأراضي الفلسطينية إن كان هجمات بالحجارة أو بالسجلات الحارقة أو بإطلاق النار استهدفت عدد كبير من قوات الجيش الإسرائيلي عند الحواجز أو عند أيضا الطرق الالتفافية ضد المستوطنين ولكن أستطيع القول بأنه بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي شرعت إسرائيل بخطة واضحة تقوم هذه الخطة على الأول إخضاع الفلسطينيين أو إخضاع الضفة الغربية والقدس المحتلة ومن ثم البدء بعملية تجمع كمية كبيرة من الأسلحة التي تملكها العائلات الفلسطينية أو تملكها التنظيمات أو الأفراد في كامل الأراضي الفلسطينية تبدأ هذه الخطة أو بدأت هذه الخطة فعليا في كامل الأراضي الفلسطينية بدأت في منطقة شمال الضفة الغربية وهذه المرة تتوسع باتجاه مناطق شمال غربي القدس أو شمال شرق القدس وبعد ذلك قد تطال مدينة الخليل على وجه التحديد لأن ربما الأمور أو تقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إذا ما استمر تواجد هذا السلاح فإنه سيشكل خطر مستقبلي على وجود المستوطنين أو ربما قد يتم محاكاة طفان الأقصى الذي حدث فيه السابع من أكتوبر باتجاه إحدى المستوطنات القريبة من مناطق مدينة القدس أو مناطق الضفة الغربية وهذه الخشية الأكبر لذلك الخطة الإسرائيلية قامت في الأساس على إخضاع الضفة الغربية سحب أكبر كمية من السلاح الموجود ومن ثم تنفيذ اعتقالات ضمن المعايير التي طرها إسرائيل بأن هذا الفلسطيني يشكل خطرا عليها أو ذاك الفلسطيني وبدأت بأيضا شرعت سياسة الاعتقال الإداري وزادتها بصورة كبيرة حسب إحصائيات نادي الأسيرة عدد المعتقلين الإداريين لم يسبق له مثيل منذ عام سبعة وثمانين حتى هذا اليوم نحن نتحدث عن أكثر من قرابة ثلاثين خمسة وثلاثين سنة لم يسبق لهذه الأعداد أن شهدناها كذلك الحال أعداد المعتقلين الطاقة الاستيعابية لسجون الاحتلال الإسرائيلي يعني تصل إلى عشرين ألف معتقل فلسطيني هذا اليوم نتحدث عن تسعة عشر ألف حالة اعتقال مرت لم يعد هناك متسع حسب مصادر رسمية فلسطينية حقوقية تتحدث أن وضع الأسرة داخل السجون سيء للغاية نتيجة عمليات الاعتقال المستمرة والمتكررة في داخل الأراضي الفلسطينية وهذا طبعا يزيد من الحالة ويزيد أيضا من التقارير التي تتحدث عن الممارسات الوحشية التي يتعرض لها الأسرة الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية على وجه التحديد كل الشكر لك ضياء حوشية مرسل غدا كنت معنا من رمالا شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر